أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته استضفنا لكم فضيلة الأستاذة الكريمة لنديا مزاوير وهي أستاذة بالمعهد العالي للقضاء مهتمة بمسألة مدونة الأسرة يعني تدرس مدونة الأسرة وكذلك هي رئيسة المحكمة الابتدائية بمدينة التمارة أهلا بك الأستاذة الكريمة أهلا وسهلا شكرا فعلا في حلقة سابقة تحدثنا عن الصلح والصلح خير لأن دائما المحكمة تسعى إلى الصلح حتى تستنفذ جميع القوى والشروط من أجل تقريب الهوى بين رجل والمرأة أو إصلاح ذات البيت عند استحالة ذلك فإنها تلتجي إلى التطليق وكثير من الأحيال الآن أصبح تطليق من أجل الشيقق وكذلك تحقيق المستحقات للرجل والمرأة هنا سؤال أستاذة الكريمة كيف تتم عملية التطليق يعني داخل المحكم الأسرة وكيف يلتجي يعني لهذا القاضي لتحديد الأمور كيف تتخلي لهذا مثلا المساحة لتحديد كيف يقوم بعملية الصلح وإلا فإنه يلتجي إلى التطليق لأجل الشيقق مدوانة الأسرة وضعت عدة مساطير أو مصطرة لإنهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو بالتطليق مدوانة الأسرة نظمت هذا الموضوع ذي الطلاق والتطليق في مواد متعددة وبطبيعة الحال حدت لنا أنواع الطلاق حدت حتى أسباب ديال التطليق هناك عدة أسباب منها الضرار منها عدم الإنفاق الغيبة العيب للهاجر وأيضا تطليق للشيقق لأن هذا التطليق للشيقق يعني نصت عليه المدونة الأسرة لم يكن يعني معروف أو لم يكن ضمن الأسباب التي كانت منظمة بمقتدى القانون أحوال الشخصية الملغة قادم طبعا الحال الأسرة عند عرض الملف أو قبل ذلك بمجرد أن المقال يسجل بسندوق المحكمة ويفتح له ملف ويعين القادي المقرر يحال مباشرة إلى الصلح يعني قبل من أي إجراء لا بد من إجراء محاول الصلح من طرف هذا القادي هذه نقطة مهمة جدا مجرد ما تيجي ويطلبه تطليق تيجي قلق قادي الصلح لا بد من إجراء الصلح باستثناء الحالة ديالة تطليق للغيبة هنا المشاريع استثناء من الصلح لأنه الزوج يكون غائب وبالتالي الصلح هو الشخصي أستاذ الكريمة الله يفتح عليك مثلا هناك أسباب كثيرة تتقرها مدونات الأسرة سبب علش تطليق من أجل الشيقاء قلها لي والأسباب اللي هي موجودة في المجتمع واللي أنتو ما تتعيشها في المحكمة شنو هي كين عدم الإنفاق كين سوء تفاهم كين ضرر كين الهاجر كين يعني لا تعدد ولا تحصى أستاذ الكريمة هذه القضية الضرر كيف يثبت الضرر يكفي أنها تجي تقول مثلا سيدة أنا بريدت نطلق للشيقاء لأنني أنا مضرورة كيف تثبت هذا وخص الإثبات ولا القصم يكفي لغير باش نتفاهموا على واحد المسألة المشارع في مدوانة الأسرة من الأمور اللي حدثها ومن الأمور اللي جابها يعني جديدة هو التوسع في مفهوم الضرر لأن المادة تسعين كتعرفين هذا الضرر كتقولك هو كل تصرفين من الزوج أو سلوك مشين أو مخلب الأخلاق الحميدة ألحق بهذه الزوجة إساء مادية أو معنوية هنا في كين توسع في هذا إساء مادية أو معنوية يتعدروا معه لإستمارة يتعدروا عليها مع هذه الإساءة لإستمارة في الحياة الزوجية إلا أن هذا الضرر لا يبدأ من إثبات دياله والإثبات هنا المشاريع محصر لنا الإثبات في المدونة وإنما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهد الشهود لكي تم استماع لهم من طرف المحكمة لكن بعد الآن تقول الزوجة أنا داخل الأسرة ديالي جلسة حميمية مثلا في البيت اللي تكون مع الزوجة كيفاش غادي نشهد عن الناس عليها وأنا غير مع الزوجية ماشي ولا بدي كونه الشهود هو حقيقة أن البيوت أسرار تانيا أنه يعني هذا يعني معلوم ومعروف أنه يتعدر في حالة كثيرة إثبات الضرر الذي ستدعي هذه الزوجة اللي كالطلب تسليق الضرر وهنا المشاريع أيضا في طل هذه المسألة وإعطاء نصف المادة 100 من مدونة الأسرة على أنه إذا عاجزت أو تعدر على هذه الزوجة كيتعدر معه الاستمارة في العلاقة الزوجية هذا الشقاق يعني جاء في مدونة الأسرة كسبب يعني لم يكن كما قلت في بداية الحلقة يعني معروف ضل القانون الملغة هذا الشقاق نضمه المشرع في المواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة وحت وأوجب على إجراء محاولة الصح لأن هذا المسترى ديال الشقاق هي مسترى كما نبغي نقوله مسترى وقائية ترمي إلى حل النزاع والاستمرار في العلاقة الزوجية لأن الطلب الذي يرمي إلى تسليق للشقاق هو يرمي إلى حل نزاع نعادل حسب الصياغ اللي جاب المشرع في مدونة تكلمنا عن الصلح في حلقة سابقة تماما هو حل هو يرمي إلى حل نزاع يخاف منه الشقاق بمعنى أن المحكمة أن هذه المسترى هي مسترى تسالحي من بداية النهايتها عند استحالة الصلح والقادي لا يسترجع يعني الدور دياله قادي فاصل في النزاعات ومصدر الأحكام إلا في حالة فشل وتعدر الصلح هنا يعني يصدر الحكم بتسليق هذا الأسباب بالأجل التطلاق من أجل الشقاق هذا التطلاق بسبب الشقاق يجبوا ويجمعوا جميع الأسباب المنصوصة عليها في مدونة الأسعى يعني يمكن أنها تجي تطلب تطلاق الشقاق ومن كي يستمع القادي المصلح المكلف بالصلح من كي يستمع الأسباب لأنه لا بد من استجلاء أسباب الشقاق لإجراء محاولة الصلح يمكن أنها لعدم الإنفاق يمكن للضرب من مختلف أنواع كيف يمكن أن نستكن معها في البيت وستدعي بالنفقة حيث ما تينفقش لأننا خسنا نفهمو حد المسألة لو الكل يفهم على أنه نفقة الزوجة هي يعني التزام للزوج وهي من بين أهم الآثار المترطبة عند الدخول بالزوجة هنا الزوج يلتزم بالنفقة وبالتالي سواء كانت معه في البيت أو خارج من بيت الزوجية لا هو ملزم بالإنفاق عليها وليدات طبعا طبعا نعم لأنه نفقة من من بين الأسباب الشقاق الهاجر يمكن أنها ما تسلقش مستارة الغيبة وليس تقول لك أنني كانت مطلق بسبب الشقاق لأنه الزوج غائب عليها سواء كانت الغيبة دياله في مكان معلوم أو في مكان مجهود هذا حين كبير جميع الأسباب يمكن أنه تستند عليها الزوجة وغير باش نكونوا منصفين أن هذا مستارة تسلق الشقاق رأى شرعة للزوج والزوجة أستاذ الكريمة بعد الحين تقول أنا الزوج ديالي خاني من بعد ما تجي تقول لك لأ أنا كنت مزوج بفتحة إذن شنو تقوله؟ ما بسجلة شوي لكن فتحة يعني شنو نقول بخصوص الفتحة الزوج الفتحة عدنا قانون عدنا مدونة الأسرة التي نظمت كل ما يتعلق بالأسرة من زواج من طلاق من حقوق من مواجبات يعني مجموعة من الأمور يعني كان هذا مدونة الأسرة جامعة شاملة جامعة من حقوق ومواجبات فإلى مشينا للزواج فالزواج يعني خاصة توفر في أركان وشروط منصوص عليها في مدونة بالإضافة إلى توتيق عقد الزوج فترة الرهنة يعني بعدها منذ فبراير 2019 ما قاشت بالزوجية توقفت لأنها كانت مرحلة انتقالية بالنسبة للأزواج اللي مزوجين كانت علاقة زوجية ولكن غير موتقة وخصوصا في البوادي والقرى والمداشر وكذا تماما لبحاليا هاد المرحلة انتقالية انتهت منذ فبراير 2019 وبالتالي راه هاد خاصة الناس كلهم يعرفوا بأن هاد الرسم العدلي أو الوثيقة الزوج راه هي الوسيلة الوحيدة لإتبات صفة زوج وزوج وموطالبة بالحقوق فضل الظروف او الفترة اللي تحدثت عليها كان المجتمع صغير دبا المجتمع كبير سبراك الله ثانيا يعني فيما درناك القول العدول حتى في هاد المناطق اللي تكلمت عليها كين العدول كين في الأسواق كين في المراكزة حتى خارج البلاد المغرية كين البلاد كين العدول بل المغاربة المقيمة بالخارج واحد هاد المغاربة المقيمة بالخارج حتى كانت استفارة القنصرية بعيدة منهم وما تقدوش أنه كين الزواج وفق البلد الإجراءات البلد الإقامة لأنه هنا رفع لهذاك الحرج اللي كيعيشوا هاد المغاربة يعني مقفول للزواج مثلا كانت من الأسباب تقولك أنا رجلي بغي يعدد عليها أنا ما بيتوش ما وافقت لهش تعدد هل هناك أسباب للتعدد بشي وافقه؟ توفق المحكمة للتعدد؟ بالنسبة للتعدد نضموه للمشارع أيضا في مدونة الأسرة ببتداء من المادة 40 يعني هو يقيده بتوفر شرطين وهو المبرر الموضوعي السيطنائي يعني السبب علاش هاد الزوج أقدمه على هاد التعدد سبب مقنع شرعي خاص من طبيعة الحال يعني خاصه عنده واحد السبب اللي لم أدنتش ليه بالزواج يعني غيكون عنده ضرر يلحقه ضرر والشرط الثاني هو أنه تكون عنده من الإمكانيات المادية المادية من طبيعة الحال بشي حل جوج بيوت تماما تماما الأستاذ هنا في حال توفر هاد الشرطين المحكمة من طبيعة الحال تأذن إلى وافقة الزوجة طبعا ماشي موافقة ديال الزوجة ليس بشرطين للإدن بالتعدد ولو وافقته أنه الشرطين مكينش إذا بغيت تقول أستاذ الكريمة ولو أن الزوجة توافق بالتعدد إلى هاد الرجل ما عندوش مثلا إمكانيات باش نفق على جوج أسر ما تتأدلوش كاما تنظيم المشاريع في المدوانة الأسر لهذا التعدد رغم ما منعش التعدد إلا إذا الشرطت الزوجة عدم التعدد عدم الزواج عليها هنا يرى لا يمكن أن ينظر إلى الطلب دياله وما يمكن أن نبدأ معه في المسترة لأن هذا المسترة التعدد أيضا كتجرى فيها محاولة الصلح يعني هنا الشرطت سواء في عقد الزواج أو في عقد اللاحق سيد الكريمة هل هناك من أسباب أخرى لتطلق من أجل الشقاق؟ وهل إلا ما توفرش الأسباب ديال الدلائل يكفي أن نقصم المرأة تقصيب خصوصا في حالات حميمية جدا وربما على بالك وهي محرمة؟ الأسباب هذة تتكلمنا عليها وهذه الأسباب لا يمكن أن تحصر ممكن أننا في هذه الدقائق أننا نحط هذه الأسباب ولكن في الأسباب لحينا استطنينا تسليق الشقاق هنا الزوجة ملزمة بالإثبات ملزمة بالإثبات السبب التي تعتمده في الدعوة التطلاق في حالة العجل ديالها عن الإثبات ترجع الميستر الشقاق لأنها ميستر تسالحية وفي هذه الميسترات سواء الزوج أو الزوجين الطالب هنا ملزميش إثبات ما يدعيه ولكن هنا لابد من مراعاة ما يتحمله يعني المسؤول من الزوجين عن سبب الفرق فيما يمكن أن يحكم به على المسؤول في الطرف الآخر مجيش الزوجات تطلب لنا تسليق ومعندها تشي سبب وتبت أنها هي المتعسفة وهذا صحيح والعكس صحيح أيضا هنا مثلا مرأة في محكمة شفت واحد سيدة تتبكية قلت لاملك تتبكية قتل يا رجلي طالب الشقاق قلت لك مع الشقاق وأنا ما صخيتش بزوجي وعندي وليد معه شو نتدي المحكمة هنا؟ هنا دائما الصلح الصلح هو بدل الجهود يعني والوقت لإصلاح ذات البين بين هذ الزوجين نشكرك فضيلة الأستاذة الكريمة للناديام زاوير نشكرك على هذه الإضاحات اللي فعلا نورت نورتنا في هذه الحلقة وأظن أنها تنورت كثير من الأسر ومازال كما قلت لابد أن تكون كل الأسرة عندها هذه المنورة الأسرة اللي موجودة في جميع المكتبات اللي هنا غاد يعرف الواحد ما لهو ما عليه داخل الأسرة نشكركم أحباب المشاهدين الكرام على حسن إصغائكم نتمنى لقاكم دائما في حلقات قادمة وأنتم على أحسن حال السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة